أنا أريد تصريح للرئيسة الفتاح السيسي من عام مدر هل ورست خرابة؟ لا مش ورست خرابة هو طبعا صدم في حجم المشاكل كلنا ندرك وكان الله في عوني يعني لا أنا كمان وقفتوا قدام تصريحه ده بمعنى بتفكير عميق يعني قال إنه هذه الثورة تأخرت عشر سنوات صحيح واحد أسباب تأخر الثورة على المبارك إيه؟ الجماع الإسلامي يا سلام طبعا أي حملة للسلاح ضد السلطة؟ بيعوقع التغيير السلم فهم نتيجة غباءهم الشديد كانوا تصارين أن ببضع بنادق متهلكة ممكن يسقطوا جيش وشرطة وشعب وجهاز بلقراطي وقضاء وإعلام وشعب ومجتمع وقضي عليهم في النهاية جهاز الشرطة حتى بنت يدخل من الجيش يعني نعم طيب طيب خلاص الناس ده الفصام الشديد جدا يعني الناس اللي رفضين يناير بيقول لك احنا نرفه لناير وبنحب الرئيس السيسي طب الرئيس السيسي بيقول لهم الثورة تأخرت عشر سنين لا ده الخمسة واشر سنة كان بيتكلم ع الف تسعمية خمسة وتسعين تحديدا نحن كانت لازم تقوم خمسة وتسعين وبيقول لهم ثورة والجيش اللي هما بيحبوه طلع بيان وانحاز ليها فليمكن إذا انحاز لمؤامرة حكم المجلس عسكري انه انحاز لمؤامرة فكلام غريب هو فيه مرتزقة من نظام مبارك أنا كنت بسميهم شلة منتفعين تتحلق حول الرئيس وفيه اموال طائلة ضخة في الاعلام وفيه اقلام مأجورة وفيه اعلاميين ابواق اصحاب مصلحة كلفوا بهذه المهمة لتشويه الثورة من اجل تبيض وجه النظام وتعويم بعض رموزه للمستقبل